مرحبا بكم نسي كل تطورات جديدة في قضية عربية حمادي وسليم شبوب واليوم مش نحكيه على قضية جديدة بين عربية حمادي والأستاذ منير بن صالحة عربية حمادي عملت فيديو لايف كانت فيه في حالة هستيرية ووجهة اتهامات خطيرة وانتقادة حادة للأستاذ منير بن صالحة لخلفية تصريحاته اللي ظهره في برشة وسيل الأعلام في إذاعات وفي زيدة حتى على فيسبوك وعمل برشة تدوينات ومن بعد فسخهم اعتبرتهم عربية هتك لعرضها هي وانه تكلم على رجلها وتكلم علىها هي وبالعكس عكس الهجوم وعكس الاتهامات لعربية حمادي في عوض ما يتوجه بالاتهام للشخص المعني اللي هو سليم شبوب في القضية هي عربية حمادي تكلمت بكل حرقة بلوعة بالتشنج كبير برشة كانت في حالة هستيرية كانت في غضب شديد وندت بالاتهامات هيدي وأعلنت رسميا انها توجهت لعمادة المحامين ورفعت شيكية ضد المحامية منير بن صالحة على خلفية الاتهامات هيدي وقالت زيدة اللي ما لقدش حظها في الاعلام التونسي وفي النخبة التونسية وفي المرأة التونسية ولذلك هي تستغيث ووجهت نداء استغاثة الى الدول العربية الى المرأة العربية الى رجال العرب وزيدة قالت اللي اذا كان متخوش حقها بالقضاء فانها وعدت وقالت اللي هي كل المعلومات اللي عندها كل الفيديوات اللي عندها كل الوثائق اللي عندها بيش تنشرهم في وسائل الأعلام أجنبية وعربية وما هيش بيش تكتفي معناها بوسائل الأعلام التونسية كيما زيدة عربية حمادي هدت بتدويل القضية وانها ترجعها قضية رأي عام دولي وما تكتفيش فقط بالقضاء التونسي فقط هي قالت لي هي القط حظها معناه إلى حد الإن في الإجراءات القضائية وما زيت التبع في القضاء وقالت لي هي ما هيش بش تتراجع إلى أن تاخو حقها وانفيت نفي مطلق إنها تكون هي استدرجة تسليم شبوب كما الناس تتهم فيها وقالت لي عندها ما يثبت لكلم هذية وليمت على مونير بن صالحة كيفيش يحكي على ملفه على قضية ما عندوش الوثيق اللازمة وما هوش مطلع على الملف والمعطية الكل اشتركوا في القضاء